اذا حابب تجمع كوينز بمبالغ جدا هائلة بتوصل لمليون كوينز اسبوعيا فمالك الا موقع فوت كلاود اول موقع باللغة العربية بيدعم التجارة الالكترونية بحسابك وطبعا الطريقة امنة ومجانية 100% وطبعا كل اللي عليك انك تعمل حساب بموقعهم وتتابعهم على الديسكورد راح تترك لكم كل الروابط بالديسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وسريق امور معكم مقطع جديد من سلسل تحديات الفوتودرافت انا في هذا المقطع تحدي جدا اسطوري عن مباراة جدا رهيبة راح تكون والي هي مباراة ريال مدريد وباريسان جرمان بدوري المجموعات من دوري ابطال اوروبا المباراة طبعا على ملعب باريسان جرمان اللي هو ملعب البارك دي برانس مباراة جدا حماسية راح تكون وجدا صعبة صعب جدا انك تتوقع من الفائز بنتيجته اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين كل واحد يكتب لي تحت توقعاته لنتيجة المباراة بالتعليقات يعني فاشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين اذا وصلنا 15 الف لايك راح نزلكون درافت جديد اليوم فخلينا ما نطول كتير بالكلام وندخل ونشوف التشكيلات اللي عنا اوكي يا حبيبي بندخل ونشوف التشكيلات اه في خمسة دفاع خمسة اتنين اتنين واحد راح ااخذها في حال طلالي نيمار ونبابي بصراحة راح يكون شيء اسطوري لانه دائما بيطلعوا لي بيها الخطة بالبداية في عندي ايكون وعندي رياض محرز طيب اذا اخدت الجناح اليمين هو بيحرز اكيد اسطورية طاقاته بس اني امن ايكون كمان هذا الشيء ممتاز بيكون لك راح ااخد محرز بس اي ام شوفوا انا متأمل اطلالي مودريتش الازرق وشي لعب تاني فاتصرفوا طيب ما عنا طبعا من الاندي راح ااخد سرابيا كدوري اسباني جدا ممتاز هو حاليا بباريسان جيرمان طيب هون عنا الان وعنا ايركسين وعنا كزا لعب الان الحلو فيه انه طاقات دفاعية وهجومية بنفس الوقت فجدا راح ينفعني بالنسبة لسرابيا ما لاعرفان كيف عامله بس راح يشتغل على اساس انه البطاقة يعني بطاقته مع شبيليا فممكن ان ينزلوا بداية المباراة اوباميانج يا السلام وفيرنر واه والله الاثنين اسطوريين بشكل مطبيعي سوف عندك اوباميانج وعندك فيرنر امشي مع الدوري الالماني ولا مع الدوري الانجليزي مش كله الفريقين من دوري اسباني ودوري فرنسي يعني ما في اي حدا ممكن يساعدني لكن اوباميانج حاسس انه طاقاته افضل فسرابيا ممكن ان يلعبوا ممكن لا عادي جدا نيمار يا رب الحمد لله نيمار الازرق يا السلام هذا الشغل المزبوط طيب هاي اول لعب من الانديه وبيكون نيمار اشوف اضعف لعب عندي بتشكيلة واحد وتسعين ريت شي جدا رهيب ايكون يا رب هون فاران ليش العادي ليش مشكلة نزل له ام فورم وقل له تيم اف دايير وقل له كذا بطاقة بس يلا مو مشكلة قدين ستة وتسعين او ماي جود الدفاع الاسطوري بركب يجيني راموس او تياغو سيلفا ماركينيوس حلو جدا هاي لعبين من باريس ولاعب من ريال مدريد لحد الان التشكيلة ماشية بشكل اسطوري فيي جو اماننا جناح يمين يعني هو عندي محرص ممتاز بس مشان التناغم اوكي نزله مهاجم احسن ما في مشكلة خلينا نكمل تعالي حبي تعالي تعالي بس تعالي تعالي ما في غيرك يعني بحتاجك في تشكيلتي كل مرة خلينا نكمل هجوم كاسح لدرجة او Jeremiah مارسلله ماقرت له طيب ماشى هي من ريال مدريد هلاً بيجيني شيء من باريس يمكن مرس Vilas هووو جوردي البوا وروبيرتسون هاهاه ايه الان ولا جوردي البوا جوردي ألبوا أسرع دفاعيا But you know روبيرتسون أحسن و بالفيضيكا الأحسن يعني طاقاته المنفس الشي ما راح تفرقة زيادة eher اخدت اي واحد. بس القصة انه دوري انجليزي انا ما رح احتاجه. فاني اخد جوردي قلبا. والله ما لعرفان الاثنين يعني اسطوريين بشكل. رح اخد قلبا ونزل اكيد مارسلو. لانه مارسلو بيشبك مع البرزليين وبنفس الوقت مع عناصر الدوري الاسباني. يورنتي يا حبيبي على البطاقة التعباني. طيب ما رفتوا طلعوا لي لعب خطوة مريال مدريد الا هاد. اوكي ماشي ما في مشكلة. براتي اوكي والله هي خطوة الوسط صاروا مليانين عنها. مع انه عندي سرابيا من باريس انجرمان كمان. فرح خلي هو الاساسي حاليا. اختار اي شي يلا. ما احنا عاد نستنى لبكرة. اطوني شي ممتاز. بباركي بيجيني هو كمان. اوه توفان ممتاز والله. توفان هادا طاقته جدا حلوة. جمل. ماني. و لوكيس هرنانديس باخد ماني. خلي نشوف الاربي. بظن انه يعني ما في غير كارفخال ازا من الفريقين يعني هو افضل شي كارفخال بيجينا فعلا. وممكن ان يجيب. اه والله هيك مشكلة ماركينيوس مشكلة بالتناغم. ما رح ياخد تناغم كامل. فخليها هيك. قليل نشوف حارس نافاس بيكون من نادين ازا بيجي. يا شين خمسة وتسعين يا ساتر على الاول اللي صارت هلأ بالتشكيلة. حرفيا التشكيلة صارت قوة ضاربة. يعني خلينا نجيب مسلا توفان بالمرة مكان بيراتي. تلاتة وتسعين معدل صار. يا ساتر. كملي يا حبيبي. او عندي تشكيلة حلوة. حتى لو ما اعطوني لعبين يعني ما رح ازعل كتير. بس منقول ان شاء الله يجيني راموست. مسلا يعني. اوكي ما في مشكلة. في عنا مندي مندي هو لعب ريال مدريد. بس هي البطاقة لما كان مع ليون. فما لا يعرفان كيف اتصرف بالضبط. ممكن اني اخذها. بس مو بالضرورة اني لعبها. يعني بطاقات اللي هي اه غير يعني هو مسلا حاليا عم يلعب مع نادي بطاقاته مع غير نادي عادي ازا لعبت تمام. بس مو بالضرورة اني لعبه. فبقى لي حارس بس عندي ياشين. فزا اجان اي حارس ما رح يلعب. طالبا يعني. طيب ناخد ادان. وريتنج اتنين وتسعين المعدل يعني حاليا وممكن انه يرتفع اعلى من هيك. الله اعلم ما بعرف ازا ممكن نخليه اعلى من هيك. لكن على كل حال رح ادل بتشكيلة وظبط فيها قدر الامكان بحيس ان نوصل اعلى تناغم واعلى معدل ممكن. اوكي جماعة هاي التشكيلة النهائية ما عدل فيها تقريبا اي تعديلة. بس بشكل انه في بعض اللاعبين السيئين يعني مثل لورينتي مضطر اني لعبه. فرح يكون هو اساسي يعني بالمباراة غالبا. وجوردي قلبا مثلا اوباميانج واللاعبين هاي غالبا اني ما رح يحسن نزلهم مع انه والله لعبين جدا اسطوريين. لكن خلينا نعدل اللاعبين عنا من ريال المدريد بخط الدفاع في ثلاث لعبين هنا في فاران وكاربخال ومارسلو. بخط الوساط عنا لورينتي بالهجوم مع عنا اي حدا. وايضا بباريستنجر معنا عنا نيمار وعنا ماركينيوس وعنا فيراتي وسرابيا. ممكن اني نزل فيراتي او سرابيا بخط النص غالبا يعني. فتقريبا ما بقي بس الا اني اختار مدرب. دوري اسباني يا رب او فرنسي. اوكي في دوري اسباني. هاد اوو تناغمية ممتاز جدا. طيب في مدرب ممكن يزود لي لكريستيانو مسلا. في دوري ايطالي هادا بيزود لكريستيانو. وايضا هيك تناغم بصير مية لانه جنسيته اسبانية. ماشي هذا بظن افضل بمراحل. فمية وتنين وتسعين وكممكن تكون مية وتلاتة وتسعين. اذا بطلع لورينتي غالبا بصير مية وتلاتة وتسعين. لكن نحن رح مخليها هيك حاليا. ممكن ان يطلع لورينتي ونزل فيراتي. لانه ساعتها بصير سرابيا وبراتي بخط الوسط. والاثنين من باريس الجرمان فيعتبر هادا الشي عادي. فهذا الشيء ممكن انه يصير ببداية المباراة. فخلونا ننطلق على المباراة وان شاء الله نبدعه نفوز بهذا التحدي. طيب نحن خمسة دفاع خلينا شوف شو بيجيب ضدنا. اربعة اتنين اتنين اتنين. اوكي والله عند تشكيلة مية وتنين وتسعين كمان نفس الريتنج اللي عنه. عنده بالدفاع فان دايك. هجومه في كرويف. خط وسط. يعني افضل ما في التشكيلة. حرفية عنده السقرات دي بروين الان. ونين جولان الازرق. طيب يا حبيبي. لورينتي خلينا نعطي نزرق على طاقاته بالاول. واضح انه طاقاته جدا سيئة. فرح نزل فيراتي. بصير عندي سرابيا وفيراتي. الاثنين طبعا بباريس ان جرمان. فعادي جدا. وتقريبا ما عندي اي تبديلات تانية بالوقت الحالي. شايف انه هيك اوضل خطة. رح اعتمد بشكل كبير. على يعني نيمار بالهجوم. لانه خاصة عناصر باريس ان جرمان كلها بالهجوم. او ما في من ريال مدريد بالهجوم. كله من باريس ان جرمان. يعني خط الوسط في اتنين من باريس ان جرمان. وجناح اليسار ايضا من باريس ان جرمان. فخططنا بشكل عم ممتازة. خلينا نبدأ المباراة وان شاء الله نحسن مفوز. بسم الله من نبدأ. كله ضغطه مسلس. شو عمل ما بعرف. الله عليك يا عشين. لا 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 لا. اوه الحمد لله مرت. اوكي. يا سلام. يا سلام. سرابيا روح. سرابيا روح. سرابيا حط واحدة. سرابيا. والله سجله. ما بعرف كيف. بس سجله. حرفيا يعني ما بعرف كيف. مرج للحارس قريبا. حلو جدا حلو جدا. والله ما بعرف رجليل حارس حتى اسطورة. طيب. لا توقف. لا توقف. لا توقف. لا حتى يتسجل عليه هدف. لا حتى يتسجل عليه هدف. وحمد الله بالعرض. يلا. يلا يلا يلا. روح في جروح. روح 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 روح. يلا كريستيانو معك فاندايك فمنلعب باس بيكون احسن يعني. يا الله. حلوين. والله نيمار ممبين بهالمباراة. حلوة. صاحب الخصم. مع السلامة. اوكي. اه. تسع فاصلتين كريستيانو نجم لمباراة. سراب يسجل هدف تمانين فاصل ثلاثة. فيغو صنع هدف. ومين اللي صنع. يعني كريستيانو سجل هدف وصنع هدف. حرفيا قدم مستوى جدا رهيب. بس نيمار ما بين ليش والله ما عندي فكرة. هجمتين. حسنا ان نسجل منهم هدفين. اه. راح نفزنا بتحدينا بس راح نلعب مباراة كمان بما انه الخصم انسحر. اوكي. المباراة. التانية. بدي اخد شعر او مو شعر بدي اخد طام باريس الجرمان فبدل. ايوه هيك ممتاز. طيب خلينا ندخل نشوف تشكيلة اللي ضدنا هو حاطة شعر ريال مدريد. فمية وتسعين. يا الله الدفاع يا اخي انا. لما بيكون ضدي هجوم اوي ما بزعل. بس الدفاع اوي هو اللي بدايقني. لانه ممكن انا دافع صاح. بس ما لي ضمنان انه المدافعين لضدي ما يقدم مستهوف. فتشكيلته جدا متكاملة مع عدد ظهير اللي مين عنده تعبان. طيب نحنا المفروض انه ما لنا ملتزمين كتير تمام. بالا. اللي هنا الاختيارات. فما ضروري ان ينزل فيراتي. تمام? ممكن ان ينزل اي حدا. راح نزل اللي هو. مين نزل فيراتي طيب? ولا كيف? مش نخليه يعني على متل اللاعبين. لا راح نزل. تمام? لانه انا بالمباراة المبارة الأولى فزت بالتحديد ويعتبر فالمبارة ثانية مضرورة لأنه نلتزم باختيارات تحدي فهيك تشكيلتنا تعتبر جدا ممتازة رح نازل أيضا جوردي قلب المكان اللي هو ما رسله وتقريبا هيك تشكيلتنا بأفضل صورة ممكنة لأنه بدي يلعب للمتاعة تمام؟ مو لأني نجيب فوزه خلاص تغييرات الفريقين في نفس التوقيت والله لباران كانت يا حبيبي نزل من بابي هو أيوة يا سلام طيب رح تشوت ولا أوكي خلص لا لأنه صعبة صعبة تنتسجل مشان هيك ما كنت عم دافعة كتير روح حلوة أعطي رفعة وحط واحدة فيجو والله إنه غبي والله إنه غبي شو هات هاي رأسية بتضيع والله إذا بيعمل هيك أي حركة ثانية غبية نطلعوا من الملعب لحاله هيك ومرتقي وكل شي عنده متوفر وما هيك راح أصلا مموجه على المرمى ياريت إنه الحارس صدى مثلا الله فيجو والله بدي طلعه خلاص بكفيت تقيل لدرجة مطبيعية بس ضدي بيكون أسطوري لما بيجي ضديه نزل أوباميانج ولا رياض محرز محرز الإنهاء عنده 93 طاقاته جدا حلوة خلاص رح نزل محرز أوباميانج مع إنه والله يعني حرام هيك لاعب ما يلعب بس محتاج لاعب خمس نجوم مهارات لأنه حرفيا المباراة قلبت شوي مهارية يعني ما بيني وينه مو أفسايد هاي مو أفسايد أنا شايفه أفسايد اوه الحمد قول الله يو الله الدفاع الأسطوري لا يا أخي الدفاع أسطوري الدفاع أسطوري شيل شيل بس خلاص 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 بكفي والله أساطير يا دفاعنا يا مدافعين يا صديم اندر شو أيوة هلوي 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 يلا نيما أرحط واحدة حرصة دخية أنا ما كنت عرفهم من حرصة يطوف هههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههه عتي كتي أبلت 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 تحيييييه مقspl غطين ما حالا أنكم كراً يردين إن محارات الاوضاع يلا يلا كريستيانو يلا كريستيانو فكرت أولا هذا الفيديو لا 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 أمبابي لحاله عميه روبوت والله حاط جسم على جودين ال 96 مدري مارتينيوس ما بعرف ايه لا على جودين حاط جسم إني ما أمبابي حاط جسم على جودين اللي الريتن عنده 96 والفيزيكال 97 كذب والله العظيم يلا نيمار يلا فرصة الأخيرة فرصة الأخيرة بالشوت أعطي واحدة للدون دون يالسلام عليك يا أخي بآخر الشوت الأول بيعتمد عليه حرفياً لاعب بيعتمد عليه حلو هاي نيمارو أخيراً شارك له بهدف صفري حتى نخلي لا يطلع كيك أوف بس الحمدلله هاي بنتين شوت الأول واحد واحد نتيجة معقولة أنا أنا واحد آآ تقريباً لعليسار يمكن إيه اللي على اليسار نحنا متفوقين بالاستحواز ويمكن بشي تاني ما بعرف لكن اللحصيات بشكل عام مقريبة خلينا نروح الشوت ثاني مين نزل؟ تقريباً بدل شي تقريباً والله أعلم يعني ما في كيك أوف ما في كيك أوف ما في كيك أوف جاني جاني يأخذه جاني يلا الدون يلا 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 M&L نكريستيانو بس يلا محل و كريستيانو احط واحدة أول 에�切و اللو حرك pH يا الله عندي الدون يلا يا رب كريستيانو يا رب كريستيانو 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 عدته لنا المبنى للشكلة ضربت مرمى طيب والله شديتها عند الظهير بزيادة حط واحدة نيما يا حرام يا الله يا الله عالكزب عم تخترق أرجل اللعيبة ولا شو هي وأخيرا وبترجع أكيد حلوة والله إذا بيتسجل علي قول انسوا أني أرجع بالنتيجة لأنه والله أنا عم بجمو نروح أتلقي قول هيك بهالطريقة الغبية حرام ساعتها لا 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 عندي كريستيانو هون حدا يجرب يطلع من فوقه حدا يجرب بس حدا يجرب طيب دقيقة 88 كريستيانو ليش ما بعد هذا ما بعرف راحوا والله من حاله مبدلوا لي على لاعب غير كريستيانو كريستيانو رونادو كريستيانو رونادو يلا يا الله يفاول الحكام يطلق صافرات معلنة حدود خطأ حلو 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 الفول شكرا الشهو рис flies جريستيانو روناد لا لا نعم مبارا Dec ما فيه خلص انتهت المباراة حرام اخسر بهيك مباراة لأنه أنا اللي عم بنجم بس هذا اللي صار بالنهاية مو مشكلة كانت تحدينا من المباراة نيمر نج من المباراة بتقييم قديش 9.5 هو هجماته نحن نفس الهجمات هو يمكن أخطر شوي على المرمى كان الاستحواز لأنه لكن الاحصائيات كانت جدا متقاربة بس كريستيانو هو اللي ما أدى يعني هو صح انه سجل هدف بس يعني كريستيانو كنت بتوقع منه شي أحسن ألا نياريتني نزلت فيراتي مكانه هذا كل اللي بقدر قوله ومحرس كمان ما بدع يعني طلعت فيه ونزلت محرس ما فرق أي شي لكن نيمار هو نجم مباراة بالنهاية شوف هو تقييم اللاعبين ما فيه أي لاعب عنده فوق التسعة أعلى لاعب رونالدينيو 8.4 لأنه حرفيا كنت تماسك المباراة بس بالنهاية هو سجل هدف مركنية وقدر أنه يفوس على مو ممكن نقدر قوله نصل لنهاية هذا المقطع شوف توقع نتيجة المباراة اكتبونا تحت بالتعليقات ولا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا فشكرا جميع اللي يتابعوا المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم بأمان الله